بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مرة أخرى ووصلنا إلى السؤال الرابع من الأسئلة الإثرائية الموضوعة في نهاية الفصل الأول بعد أن شاهدنا ثلاثة أسئلة في الجزء السابق هذا الجزء سنتحدث عن السؤال الرابع جد الصيغة القطبية للعدد المركب الذي موجود أمامك إذن عزيزي هذا العدد المركب تشوف جدر ثلاثة زائد جدر اثنين آي جدر ثلاثة زائد جدر سالب اثنين هذا رمز المرافق شلو أن أتعاملوا إياه جدر سالب اثنين شنو معناها جدر سالب اثنين خمسة زائد خمسة آي السالب واحد ماذا تعني كل هذا سنشاهده مفصلا وسنتحدث أيضا عن الجزء أو السؤال الخامس إذا كان أي زائد بي آي لكل تربيع أحد جدري المعادلة هذه فما قيمة أي وبي تنتمي إلى آر وبدون الضرب العامل المرافق كيف سنجد هذه الأسئلة الثلاثة إذن كونوا معي أعزائي وسنبدأ بالسؤال الأول جد الصيغة القطبية للعدد المركب كيف نصل إلى الصيغة القطبية كونوا معي الآن إذن المقطع الرابع أعزائي جدر ثلاثة زائد جدر اثنين آي هل هو صيغة جبرية؟ نعم صيغة جبرية خمسة زائد خمسة آي السالب واحد ينزل للمقام رح يصير أس واحد جدر سالب اثنين جدر ثلاثة آي جدر اثنين آي رمز المرافق أبدل إشارة جزء التخيلي هذا كله نقوم بتبسيطه لتحويله إلى الصيغة الجبرية بعد ما نتم هذه العملية نحول الناتج إلى ماذا؟ إلى الصيغة القطبية إذن نبدأ بحل السؤال على بركة الله إذن جدر ثلاثة زائد جدر اثنين آي زين بعد شنوه؟ واحد على خمسة زائد خمسة آي ليش؟ لأن السالب واحد نزل للمقام بعد جدر الثلاثة جدر سالب اثنين شنو معنا؟ يعني معناه جدر اثنين آي إحنا متفقين سابقاً إذا عندي سالب داخل الجدر يحول إلى آي زين شنو مرافق؟ المرافق أبدل إشارة الجزء التخيلي لو أباوع الحد الأول العدد الأول والعدد الثالث عددين مترافقين وحاصل ضرب أي عدد مركب في مرافقه إيش رح يساوي؟ رح يساوي مربع الجزء الحقيقي اللي هو ثلاثة زائد دائماً مربع معامل آي اللي هو جزء التخيلي الاثنين أكو عامل مشترك هنا لو ماكو أكو خمسة عامل مشترك رح يصير عندي واحد زائد آي الخمسة ويا الخمسة رح تختصر إذن هذا رح يصير عندي واحد على واحد زائد آي إذن هذا الحد الآن هو زت زين لا يمكن تحويل العدد المركب إلى صيغته القطبية ما لم يكن بالصيغة الجبرية يعني إيش رح أساوي هسا؟ رح أضرب في واحد ناقص آي على واحد ناقص آي المقام هو ثنياً واحد ناقص آي الثنياً رح أصير جو ثنياً هم يعني معناها واحد على ثنياً ناقص واحد على ثنياً آي إذن تحول العدد المركب إلى صيغته الجبرية ولتحويله إلى صيغته القطبية على الأحواط وجوباً أن نحول هذا العدد المركب إلى صيغته الديكارتية صيغة أرجاد حتى ما أتوهم بالإشارة إذن معناها نصف سالب نص يعني من هو الآي الآي هو نص والبي يساوي سالب نص حس شنو الخطوات مع الصيغة القطبية ذكرني بيها الصيغة القطبية خطوات الحال واحد إيجاد المقياس اثنين كوساين ثيتا يساوي أي على آر ساين ثيتا بي على آر نجردهم من الإشارة حتى استخرج زاوية إسنات ومن ثم نعيد الإشارة لاستخراج قيمة ثيتا من خلال شنو؟ من خلال الأرباع الأربعة والإشارات مالتها ومن ثم كتابة الصيغة القطبية إذن أولا سيكون آر يساوي تحت الجذر أي تربيع زائد بي تربيع يعني معناها شنو مربع النص؟ هو ربع مربع السالب نص هو ربع ربع زائد ربع إذن هذا رح يصير عندي نص يعني شنو معناها؟ معناها واحد على جذر اثنين إذن الار هو واحد على جذر اثنين كوساين ثيتا شنو قانونه؟ كوساين ثيتا يساوي أي على آر ويساوي واحد على اثنين على واحد على جذر اثنين من أقل بالقسمة إلى ضرب رح يصير واحد على اثنين في شنو؟ هذا واحد على جذر اثنين معناها جذر اثنين على واحد هاي الثنين من جاية؟ الثنين جاية من جذر اثنين في جذر اثنين هنا الطلاب هنا يوقفون هاي الثنين جاية من جذر اثنين في جذر اثنين وحدة منهم تختصر ويهة جذر اثنين الفوق إذن رح يصير عندي واحد على جذر اثنين أما الساين ثيتي شنو قانونها قانونها B على R الB من هو الB هو السالب 1 على 2 الR 1 على جدر 2 بنفس الكيفية سالب 1 على 2 في جدر 2 ويساوي سالب 1 على جدر 2 يا زاوية الكو ساين مالتها 1 على جدر 2 والساين مالتها أيضا 1 على جدر 2 احلم التفقين ارجع للاجزاء اللي شرحناها بالتفصيل الممل من اريد استخرج زاوية اسناد اجردهم من الاشارة اذا الزاوية الساين والكوسان مالتها واحد على جذر اثنين هي خمسة واربعين درجة او باي على اربعة اذا اش راح اقول السهنة راح اقول زاوية الاسناد وليست الثيتة زاوية الاسناد هي باي على اربعة هس الثيتة ش الساوي ارجع الاشارة السالبة وين يكون الكوسان موجب والساين سالب يكون الكوسان موجب والساين سالب بالربع الرابع وطريقة للتعبير عن الربع الرابع هو تو باي ناقص زاوية الاسناد يعني معناها تو باي ناقص باي على اربعة اذا معناها الثيتة تساوي اربعة في اثنين ثمانية ناقص واحد راح يصير سبعة باي على اربعة إيش ديرد مني بالسؤال؟ داي يقول لي جد الصيغة القطبية للعدد المركب إذن معناها الزت يساوي R كوسين ثيتة زائد I سين ثيتة يعني معناها الزت يساوي شنوه؟ الر هو واحد على جدر اثنين كوسين سبعة باي على أربعة زائد I سين سبعة باي على أربعة إذن أعزائي نعود معكم مع برنامج الموزابوك إذن أعزائي أهلا بكم مرة أخرى والسؤال الرابع تم شرحه وشفت الجواب واحد على جدر اثنين كوسين سبعة باي على أربعة زائد I سين سبعة باي على أربعة تقدر ستحل السؤال الخامس السؤال الخامس إذا كان A زائد باي شوف A زائد باي تربيع هذا أحد جدرين معادلة شأريد منك تسوي تحوله إلى الصيغة الجبرية المعادلة اللي ناطك إياها شوف هنا المعادلة ده يقول لك X تربيع ناقص 6X زائد 25 يساوي صفر بما أن المعاملات حقيقية فإن الجدران مترافقان فإذا كان أحد الجدرين هو A زائد باي تربيع شنو الجدر الآخر شلون أحسب مجموعة الجدرين شلون أحسب حاصل ضرب الجدرين شلون أستخرج قيمة الأي والبي تقدر أن تحاول تحل السؤال بنفسك وراء ما تخلص حل السؤال تابعني مرة ثانية وتأكد من صحة الحل إذن وصلنا إلى السؤال الخامس وصلنا إلى السؤال الخامس إذا كان A زائد باي الكل تربيع عددا مركبا أحد جذري المعادلة هذه جد قيمتي أي وبي تنتمي إلى R قبل شرح هذا السؤال تردني تعليقات كثيرة من خلال اليوتيوب تقول هذه الملزمة وين نلقاها الملزمة عزائي موجودة في كل المكتبات وفي محافظات العراق كافة أي مكتبة تتعامل مع دار المرشد مع دار المرشد يعني أي مكتبة تلقى بيها ما لازم المرشد رح تلقى الملزمة بيها موجودة في محافظات كافة إذا ما عدهم فتطلب من أبو المكتبة يتصل بالمركز الرئيسي دزولهيا في أي محافظة إذن هنا هذه الملزمة لحد الآن متوفر حاليا الجزء الأول نحن الآن في نهاية الشهر السابع تقريبا 2019 حاليا متوفر الجزء الأول اللي بيه الفصل الأول والثاني ونص الثالث وموجود ملحق خاص بالتطبيقي الجزء الثاني إن شاء الله في بداية العام رح تنزل إلى السوق إذن السؤال إذا كان هذا أحد جذري المعادلة إذن المعادلة التربيعية تتذكر قانون معادلة تربيعية لو لا قانون المعادلة التربيعية هو X تربيع ناقص مجموع الجذرين في X زائد حاصل ضرب الجذرين يساوي صفر إذن هذا قانون المعادلة التربيعية لو أردت أقارن ويا المعادلة الناطنة رح أقول X تربيع ناقص 6 X زائد شنو 25 يساوي صفر تقدر تساوي مقارنة لو ما تقدر إذن هذا الـ X زائد K شي يمثل إذن هذا يمثل الستة شوف هذا السالب وهي السالب تروح هذا الـ X في K شي يمثل يمثل الـ 25 إذا كانت هنا زائد يعني جوز بالامتحان أقول لك X تربيع زائد 6 X إذن ش رح تقول لي رح تأخذها هي وإشارتها رح تقول لي ناقص X زائد K هو موجب 6 يعني معناها X زائد K ش رح يصير عندك رح يزال سالب 6 إذن بهذا السؤال الـ X زائد K يمثل يمثل 6 والـ X في K يمثل 25 بما أن المعاملات حقيقية تتذكرون في الأجزاء الرئيسية الخاصة بشروحات الفصل الأول بما أن المعادلة التربيعية ذات معاملات حقيقية فإن الجذران مترافقان يعني إذا كان هذا أحد الجذرين فبالتأكيد الجذر الآخر هو المرافق ماته إذن هنا المقارنة ستكون بعد قليل إذن الـ H يساوي إذن هذا أحد الجذرين اللي هو A زائد B I الكل تربيع هذا إذا رد تسوي مربع حدانية رح يصير مربع الأول زائد 2 في الأول في الثاني 2 A B I زائد شنوه زائد مربع الحد الثاني B تربيع A تربيع لذلك رح كتبهنا ناقص B تربيع إذا ردت هذه الآية أمسحها منها وتكون بالخارج على موت أعزل الحقيقي عن التخيلية زيان هذا أحد الجذرين إلا أسمي H لا مؤلة سمي M سمي L سمي Z إذن هنا H هو هذا أحد الجذرين بما أن المعاملات حقيقية فإن الجذران مترافقان فلابد أن الكيش رح يساوي الجذر الآخر رح يساوي أي تربيع ناقص B تربيع ناقص اثنيا A B I إذن بما أن المعادلة التربيعية ذات معاملات حقيقية فإن الجذران مترافقان زيان السؤلفنا قبل شوية من خلال المقارنة مجموعة جذرين يساوي ستة يعني رح أقول بما أن H زائد K يساوي ستة إذن إش رح يصير هنا بله اجمع لي هذا ويا هذا اثنيا A B I ناقص اثنيا A B I صفر زين اي تربيع ناقص بي تربيع زائد اي تربيع ناقص بي تربيع يعني رح يصير عندك اثنيا في اي تربيع ناقص بي تربيع تساوي ستة من أقسم على اثنيا رح يصير اي تربيع ناقص بي تربيع تساوي ثلاثة إذن يفضل بأن هذه اي تربيع ناقص بي تربيع تساوي ثلاثة أخليها بشرشوبة وباللغة العربية الفصحة يقنون عليها نشرشبها إذن اي تربيع ناقص بي تربيع تساوي ثلاثة إذن منها رح أستنتج رح أستنتج أن الاي تربيع تساوي شنوه تساوي بي تربيع زائد ثلاثة هذه معادلة رقم واحد مين جدتي معادلة رقم واحد جدتي من مجموعة الجذرين زيان حاصل ضرب الجذرين شي ساوي يساوي خمسة وعشرين إذن معناها H في K يساوي خمسة وعشرين زيان حاصل ضرب أي عدد مركب في مرافقه شي ساوي إي أريد أسمع منك عفية يساوي مربع الجزء الحقيقي زائد دائما مربع الجزء التخييدي زيان من هو الجزء الحقيقي هو أي لا الجزء الحقيقي هو أي تربيع ناقص بي تربيع والجزء التخييلي من هو هو اثنيا أي بي إذن رح يصير مربع الجزء الحقيقي أي تربيع ناقص بي تربيع الكل تربيع هذا مربع الحقيقي زائد شنوه مربع الجزء التخييلي رح يصير أربعة أي تربيع بي تربيع شي ساوي إي ساوي خمسة وعشرين ومكان هذه الأي تربيع شعوض رح أعوض بي تربيع زائد ثلاثة زيان ومكان هذه الأي تربيع ناقص بي تربيع رح أروح على العبارة اللي شرشبناها إذن مكان الأي تربيع ناقص بي تربيع رح أعوض ثلاثة زيان وإذا هي الكل تربيع شو صير رح أصير تسعة إذن رح يصير عندي ثلاثة تربيع زائد هذا الأربعة بي تربيع رح ينزل مكان الأي تربيع شو رح أعوض رح أعوض بي تربيع زائد ثلاثة شي ساوي إي ساوي خمسة وعشرين زيان إذن يؤدي إلى شرح يصير عندي أربعة بي أس أربعة أربعة بي أس أربعة بعد زائد أثنعش بي تربيع إذن أربعة بي تربيع فيه ثلاثة اثنعش بي تربيع رح تقول لي شو هذا نسيته لا منسيته خمسة وعشرين من تحول هنا شو صير سالب خمسة وعشرين سالب خمسة وعشرين وتسعة يعني شرح يصير عندك رح يصير ناقص ست عشر يساوي صفر أقدر أقسم على أربعة إذن هذا كل تقسيم أربعة إذن رح يصير عندي بي أس أربعة زائد ثلاثة بي تربيع ناقص أربعة يساوي صفر بيش ينحل هذا هذا رح ينحل بالتجربة بي تربيع زائد أربعة وبي تربيع ناقص واحد يساوي صفر هذا مجموعة مربعين يهمل إذن شو بقى عندي بي تربيع تساوي واحد يعني معناها البيش يساوي يساوي موجب سالب واحد إذن هس ورح عوضة هذا رح عوضة بالمعادلة رقم واحد إذن هنا رح أقول إنوان إذن رح يصير أي تربيع تساوي شنو رح يصير واحد تربيع واحد يعني واحد زائد ثلاثة ويساوي أربعة إذن معناها أي تساوي موجب سالب اثنيا وعودة إلى شاشة الموزابوك وصلنا بكم الآن أعزائي إلى السؤال السادس والسؤال السادس سؤال سهل بدون الضرب بالعامل المرافق جد بأبسل صورة هذه الأسئلة الثلاثة لا أريد أن أطيل عليكم سأذهب مباشرة إلى السؤال السادس سؤال السادس أعزائي بسيط نسبيا بدون الضرب بمرافق المقام جد بأبسل صورة طبعا هي شنوع من الأسئلة مستبعدة بالامتحان الوزاري ولكن حتى تنشط تفكيرك ولكن أكو بعض من الأسئلة العامل المرافق ما يحل السؤال يعني لازم أستخدم البديل فأنت نشط فكرك في حل هي شنوع من الأسئلة أربعين على ثلاثة ناقص آي شلون هنا أحسب بدون نضرب بالعامل لثلاثة ناقص آي شو سوي تجي بينك وبين نفسك تقول هذي التلاثة شن المربع مالتها هذي المربع مالتها تسعة زين هذي المعامل المات شن المربع مات واحد تسعة زائد واحد شقعت عشرة هذي الأربعين تقدر تطلع لي منها عشرة ايه تقدر إذن هذي الأربعين شرح أسويها رح أسويها أربعة في عشرة زين العشرة مين جاية جاية من تسعة زائد واحد شرح أسويه رح أتقول لي أربعة في هذا مجموعة مربعين رح يصير تسعة ناقص آي تربيع على تلاثة ناقص آي يعني معناها شرح يصير عندي أربعة في تلاثة ناقص آي بتلاثة زائد آي على تلاثة ناقص آي إذن اختصار بسيط تلاثة ناقص آي ويئ ثلاثة ناقص i المتبقش رح يصير عندك ويساوي أربعة في ثلاثة اثنى عشر زائد أربعة i إذن هذا ما يخص الفرع اي أما الفرع بأعزائي رح تقول عندي ثلاثة على كوساين ثيتر ناقص i ساين ثيتر الشيح تقول بينك وبين نفسك تقول أحتاج بالبص شنوه كوساين تربيع ثيتر زائد شنوه أربع الثاني زائد ساين تربيع ثيتر زين كوساين تربيع زائد ساين تربيع من هو قيمته واحد إذن هنا ببساطة هذا شرح يصير عندك الثلاثة رح تضربه في واحد وهذا الواحد شرح تتعبر عنه رح تتعبر كوساين تربيع ثيتر زائد ساين تربيع ثيتر قاعدة ذهبية كلكم ما أخذيها بالمراحل السابقة هذا من هو كوسين ثيتا ناقص آي سين ثيتا أكمل هذا مجموع مربعين مجموع مربعين شو أسوي له أضربه في سالب آي تربيع الحد الثاني فقط مو الكل الحد الثاني فقط حتى يتحول فرق بين المربعين إذن رح يصير عندي ثلاثة في كوسين تربيع ثيتا ناقص آي تربيع سين تربيع ثيتا على من هو كوسين ثيتا ناقص آي سين ثيتا زيان ش رح أسوي بعد هس رح أحل الفرق بين المربعين يعني رح يصير عندي ثلاثة في كوسين ثيتا زائد آي سين ثيتا وبعد وكوسين ثيتا ناقص آي سين ثيتا الكل على كوسين ثيتا ناقص آي سين ثيتا وصل الخبر السعيد الجواب يساوي ثلاثة كوسين ثيتا زائد ثلاثة آي شنو سين ثيتا إذن هذا ما يخص الفرع بي الفرع سي الأمر الشوية أعقد ليش لأن هذا الأكستر بيع اثنين اكستر بيع زائد ثمانية شوف الأمر رح يكون أسحب اثنين عامل مشترك رح يبقي اكستر بيع زائد رح يصير اثنين في اكس تربيع ناقص اربعة آي تربيع على اكس ناقص اثنين آي أحل الفرق بين مربعين اكس ناقص اثنين آي و اكس زائد اثنين آي على شنو اكس ناقص اثنين آي اختصر هذا وياه هذا إذن الجواب رح يصير عندي اثنين اكس زائد اربعة آي وعودة إلى شاشة المعزابق اعزائي اذا كانت هذه الطريقة التي عرضناها امامكم الان جيدة في رأيكم ما هو جودة الصوت ما هي جودة الصورة كيف كان الدرس ترتيب الدرس اسلوب الدرس نستقبل ملاحظاتكم بخصوص اسلوب الدرس الصوت الصورة باقي الامور ونسعد بخدمتكم ومستمرين معكم وانتظرونا بالأجزاء اللاحقة ان شاء الله استودعكم بامان الله وحبظه